في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الوطني معاركاً طاحنة لاستعادة العاصمة طرابلس وتخليصها من باراثن الجماعات الإرهابية يبدو أن تركيا وضعت كل ثقلها إلى جانب ميليشيات حكومة الصخيرات بقيادة فائز الصراج وهذه الجماعات الإرهابية التي تدعمه لعلها تتمكن بذلك من تحقيق إنجاز في ليبيا تعوض فيها خسائرها المتواصلة محلياً وإقليمياً بعد فشل النظام التركي في الانتخابات المحلية وفي السعي لتحقيق انتصار إخواني في كل من سوريا ومصر والعراق من خلال دعم معظم الجماعات الإرهابية وأبرزها تنظيم داعش الإرهابي الذي عاث فساداً في هذه الدول على مدى السنوات التسعة الماضية لم يتمكن النظام التركي على مدى هذه السنوات من تحقيق حلم راود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من توسيع نفوذ سلطنته العثمانية أبعد ما هي عليه لكنه نجح في تخريب العديد من الدول العربية وهو لازال يخرب حيث ما يستطيع من خلال أدوات محلية إرهابية وأخرى مستوردة معتمداً على السلاح التركي والمال القطري الحليف في معركة طفان الكرامة في طرابلس والتي بدأت في مطلع إبريل الماضي وكان من المفترض أن يتم حسمها في غضون أسبوعاً قليلاً لكن أنقرة سارعت إلى مديد العون لحكومة الصغيرات في طرابلس والتي تعمل كل الجماعات المتطرفة تحت جناحها حيث أرسلت سلاحاً وعتاداً بكميات كبيرة ومن خلال شحنات متواصلة عبر ميناء مصراتا وطرابلس بهدف إطالة عمر الإرهاب في ليبيا وتمكنه من الصمود لأطول فترة ممكنة مع أن كل المؤشرات الميدانية تؤكد أن هذه الجماعات تقاتل في الوقت الضائع وأن المعركة محسومة في نهاية المطاف لمصلحة الجيش الوطني الليبي وعندما يعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليف حفتر أنه سيحضر أي رحلات جوية تجارية من تركيا إلى مطر طرابلس ويمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية ويقطع أي تعاملات اقتصادية مع تركيا إنما هو يمارس دوره الوطني البديهي في ممارسة سياداته على الأراضي الليبية وحقه في الدفاع عن أرضه وأمنها واستقرارها ضد أي انتهاك لهذه السيادة من قبل دولة تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بل هي تمارس شكلا من أشكال العدوان من خلال دعم مجموعات إرهابية بشكل علني مكشوف معاقبة دولية لتركيا جراء تدخلاتها المتزايدة في الشؤون الداخلية الليبية وتغذيتها المتواصلة للميليشيات أصبح مطلبا شعبي للمساهمة في اقتلاع جذور الإرهاب من ليبيا